طيب أعطيكم العافية يا شباب اليوم إن شاء الله بدنا نحكي على الريغريشن طبعا عشان رجعك في سيار الموضوع طبعا طريقة درستنا للموديلز هنا ندرس الموديلز هذه بطريقة تسريبية الموديلز المعنى ذلك نحن نجرب عدة موديلز على البيانات لغاية لما نشوف إيش هو الموديل الأفضل بالنسبة لي الموديلز محكينا أنه تصنيفها في تصنيفين فيه Predictive Analytics وفيه Descriptive Analytics اللي هي الإكسيبليناتوري في الPredictive أنه أنا بدي أعمل الPrediction بطبيعة الحال أنه أنا في عندي عشان هيك اسمه Supervised Machine Learning Supervised معنى ذلك أنه أنت محتاج أن تحدد هذا الكلام شرحناه سابقا ووصل للتأكيد يعني أنه أنت محتاج أنه تدير الخوارزمية تبعات المشاهل لأنه تديره أنه تديره X و Y تقوله لما تكون X هيك تكون Y هيك لما تكون X هيك تكون Y هيك فبالتالي أنه هو بقدر يبني الموديل بناء على أنه بقدر أنه هو يبني الدالة لبتقدر تتوقع ال Y لما تكون X هيك هذا في بناء الموديل تمام أما في استخدامه في الPrediction أنه أنت بتعطيله X بس تمام عشان أنه يعطي لك Y و أنت تكون مش عارف Y لكن في مرحلة البناء أنه أنه يفترض أن تكون عندك داتا سيت أنه تكون ال Y موجودة تكون ال Y موجودة عشان تقوله أنه لما تكون X هيك تكون ال Y هيك وفي منه نوعين في منه Classification وفي منه Regression Classification حكينا أنه ال Y تكون Nominal أو Categorical يكون Class Label عندي Nominal يعني أنه عبارة عن Category وال Regression بيكون ال Target العندي أو ال Y عبارة عن Number أو Numeric يعني تمام؟ شفنا في Classification شرحنا سابقاً حوالي 7 خوارزميات لل Machine Learning لل Notification تحديداً عفواً وبالإضافة لل Meta Learners أو ال In Simple Method أنه 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 ممكن تستخدم أكثر من موديل عشان أنه 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 تعمل Protection تبعك وتعمل Voting بيناتهم تمام؟ ال Regression نفس ال Classification في عدة خوارزميات تمام؟ وبيكون ال Target عندك عبارة عن Number Explonatory أو Descriptive Analytics في هذه الحالة بيكون أنت عندك نوع Machine Learning Unsupervised لأنه أنت ما بيكون في عندك Why خلاص كل ال Attributes تعطيبتهم أنه هم X وبيكون الوظيفة لك أنه في ال Association أنه أنت تحاول توجد ال Association به ال Attribute X1 و X3 مثلاً عصبية المثال بناء على Frequency ال Values تبعتهم سنرى الخوارزمية هذه وهي Clustering ثانياً أنت تشترع على مستوى السجلات ليس على مستوى ال Attributes تشترع على مستوى السجلات سجلات أو Records اللي بتشبه بعض بتروح بتجمعهم في Cluster 1 تمام؟ طبعاً هذا بيساعدك في استكشاف البيانات بشكل كتير كبير هو فعلياً إحنا متبقيننا في المصاق أنه نحتي عن Clustering سنأخذ عدد خوارزمية في Clustering وال Classification بالإضافة لباب إضافي متعلق بال Evaluation إنه كيف تعمل Evaluation لأنه حسب الموديل في البرق عديدة فنرجع لموضوعنا أنه اليوم بدنا نحكي على ال Regression تمام؟ ال Regression بدنا نحكي على مثل Linear Regression زي ما تشايف أمامك أنه المعادلة بشكلها العام يتكون أنه Y تساوي A زائد B X A هي عبارة عن constant وال B هو عبارة عن coefficient كيف ممكن أن تجيبه؟ ممكن أن تجيبه فعلياً طبعاً هذا الكلام عندما تستطيع تطبقه إلا إذا البيانات كانت Linear إلا إذا كانت البيانات كانت Linear فبالتالي هاي المعادلة تبعتها Submission Y Submission X Submission X في Y فبالتالي هاي البيانات كلها معطاق أو موجودة عندك عندك المتغيرات ال X ال Y وال X وإيش المطلوب منك إيجادهم في هذه المعادلة اللي هو ال constant هذا وال coefficient هذا ال constant هذا وال coefficient هذا تمام؟ هاي شكل البيانات بيكون شكلها زي هيك انه تكون scattered ولكن انه تقدر انه انت تجيب معادلة الخط المستقيم واللي بيتوسط هذه البيانات فهذا هو Linear Regression ببساطة شديدة انه هو عبارة عن معادلة بتجيب ال coefficient هدول باستخدام المعادلات اللي انت شايفهم أمامك وخلاص ثلت تستخدم المعادلة هذه بشكل مباشر تمام؟ ناخد مثال 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 كأرقام يعني بس للتطبيق يعني بعدين هناخد real example على data set حقيقية يعني فانت عندك ال X هنا 2468 وال Y 3715 تمام فهنا نجد ان تجيب العلاقة الخطيه بين X وال Y كيف؟ انا نجد ال A وال B افضل طريقة انه تتعمل جدول هذا الجدول ايش هو هذا الجدول؟ هنا ال X البيانات تبعتك 2468 ثم و هنا يتوقع Waibu هنا تحصل الثميشن الى x هناaty Alma هنا المنشرين التاربخ كل القيمة ستلاحها و حصل الضرب X في Y الثق Po و الـSummition و و الـⅣ بالتالي هذا الصف الأخير هو Summition القيم بهذه المنشر Summition X tearsTeaching 完了 crazy فقط مجرد ان انت بتعوض فيهم في المعادلة هذه والا بتطلع عندك واحد ونصف والبي بتطلع عندك خمسة وتسعين من مية فبالتالي الواي بتسوي واحد ونصف زائد خمسة وتسعين في المية من ال اكس مضروبة في ال اكس يعني تمام؟ نشوف هذا الكلام على شكل البيانات بيكون بهذا الشكل ان انت عندك البيانات عندك العمود الاولي هو المنث يناير فبراير لغاية نوفمبر ديسمبر كل اشهر السنة وعندك ان العمود هذا للاعلانات والعمود هذا للمبيعات تمام؟ فانت بدك تحاول توجد علاقة خطية هل في علاقة بين المبيعات بناء على الاعلانات بمعنى اخر هل كل ما انت زودت الاعلانات هل بتزيد المبيعات؟ طيب لو انفقت حلقات في الاعلانات كيف المبيعات ستكون؟ هذا هو الانترانشل استاتيستيك تحاول تستنتج قيمة المبيعات استنادا على قيمة الاعلانات تمام؟ طبعا في علاقة خطية بناتهم بهذا الشكل طبعا الإشي خاضع على السيزون في بعض الأشهر تكون المبيعات أعلى من الأشهر تاني ولكن انه واضح جدا انه العلاقة خطية فبدينا علاقة الخط المستقيم بحيث انه انت فعلا كمتخد قرار تقول لو انا انفقت هل قد في الاعلانات هتيجيلي مبيعات هل قد طبعا المثال اللي احنا هتطبق عليه البيانات انه الانترانشل هو بيانات لعدة متاجر تمام؟ لعدة متاجر مختلفة يعني بصرف عليها في الاعلانات وهنا انا عندلي المنطلي سيلز طبعا هنا كله بالألفات يعني هنا 1.7 معنى ذلك انه 1.700 دولار وهنا المبيعات انت عندك انه بقيمة 368.000 دولار فبالتالي انت لازم يكون في عندك عدة بيانات عشان تعمل بناثه فلما تيجي تطبق نفس الجدول هذا بالضبط وتعود وتحسب يفترض انه هو يطلع عندك المعادلة هذه انه يتساوي 125.8 زائد 171.5 مضروبة في الاكس فبالتالي انت بتقول والله لو انفقت هلقت في الاعلانات هتيجيني مبيعات بهذا الشكل تمام؟ نطبق هذا الكلام على الهوزبرايس طبعا الهوزبرايس برضو رقم لانه عندك الواي هو عبارة عن سعر البيت تمام؟ وانت عندك عدة اتريبيوتز ما هي الاتريبيوتز تبعه الهوزبرايس لما ترى الهوزبرايس انت عندك عمود لعدد الغرف عندك عمود لمساحة البيت عندك كولوم للموقع عندك في الحقيقة عمودين للموقع اللي هو خط الطول وخط العرض في عندك عمود لسنة البناء ومن خلاله انت تستدل انه كمي البناء هذا قدين تمام؟ فبالتالي انت عندك مجموعة من المحدداء او مجموعة من الاتريبيوتز اللي بتحدد فعلا سعر البيت لاحظ هنا انه انا في عندي مجموعة من الاتريبيوتز بدي اوجد المعادلة تبعتهم هنا احنا لما رسمنا يعني رسمنا بس لعمود واحد اللي هو عدد الغرف وهنا انت عندك سعر البيت هل تقدر تقول انه يعني فيه علاقة بين سعر البيت وعدد الغرف اكيد بطبيعة الحال كل مزاد عدد الغرف بزيد سعر البيت لاحظ انه طبعا هذا الكلام مش دائما مش بطبيعة الحال زي هيك حورجيلك بعض النقاط الـ اللي موجودة هنا لكن بلا شك انه اللاين هذا اللي انت شايفه امامك على المؤشر تمام؟ بيقولك انه فيه عندك علاقة خطية كل مزاد عدد الغرف طبيعي جدا كل مكان الغرف في البيت كل مكان زاد سعره تمام؟ قد يكون انت عندك نقاط الـ هذا بسبب اتريبيوت مثل ايش مثلا انه البيت هذا موجود في منطقة بعيدة كثيرة عن المدينة مثلا او على سبيل المثال انه البيت كثير قديم فبالتالي انه عالة البيت الجديدة بكون انه اسعارها اكثر من البيت القديمة لانه البيت القديمة انه هي تكون متهالكة او محتاجة لتجديد ومحتاجة فبالتالي سعرها اقل بكثير من البيت المدنية حديثا فبالتالي في اتريبيوت ثانية بتؤدي انه السعر انتو عندك انه هو يكون منخفص في عدد لما يكون عندك عدد الغرف يعني عدد معين انه مش زي بقية النقاط اللي بدي اصله هنا اللي هي المعادلة هادي تمام المعادلة هادي انه انت عندك هدول عبارة عن كويفيشنس وهدول اسماء الاتريبيوت فالمعادلة هادي شكلها بالشكل التالي انه انت بتقدر تقول انه عندك الواي بتساوي الا زائد بواحد مضروبة في اكس واحد زائد بي اتنين مضروبة في اكس اتنين زائد الى اخرى على حسب الاتريبيوت طبعا فهنا في هذه الحالة الا عبارة عن ايش 37.25 بواحد ناقص 119 من الف من المينس بي اتنين ناقص 49 من الف موجب 49 من الف وهكذا تمام اكس واحد اللي هو هذا الاتريبيوت اكس اتنين اللي هو هذا الاتريبيوت فبالتالي انه انت فعليا بتقدر توجد المعادلة الخطية او المعادلة الخطية لانه يكون الناتج تفحها بعض تطبيق linear regression بهذا الشكل لا يجب ان ايجادهم مع بعض لانه انت لما بدك توجد علاقة بين Y مثلا والX واحد هنا تمام منفعش انه انه انت تقول انه انت تجماحهم ببعضه وهذا بيؤدي لك لنفس Y فعشان هيك انه انه انت تتعامل مع عدة متغيرات ولكن ان الشرط ان تكون متغيرات هذه كلها خطية يعني منفعش انه مثلا انه X هذا المتغير انه يكون مثلا X تربيع او مرفوع على القوة 2 هكذا بصير مش خطي نرجع مرتان هنا العلاقة الخطية بتكون عبارة عن خط مستقيم اذا انت كانت علاقة غير خطية معنى ذلك انه انه مثلا زي معادلة X تربيع كيف معادلة X تربيع Y تساوي X تربيع يمكن ان يكون هناك مش خطية فبالتالي انه انت ممكن يكون في عندك اكثر من متغير عندك في الدالة وتوجد المعادلة الخطية لقلهم كلهم ما ضعب دفعها واحدة تمام كيف لا ممكن يكون فيه علاقات بين الاتريبيوتس يعني ممكن ان يكون اكيد فيه علاقة بين مساحة وعدد الغرف يعني قصدك انه علاقة قصدك linear لا ممكن يكون فيه علاقة linear في بعض مع بعض الاتريبيوت يعني كل ما ضعون الغرف يزيد بتزيد المساحة وبيعط الحال يعني اللعنين يعني بلد اصدق بان لعنين من ثقال من ثقال من ثقال من ثقال من طبيع أنه عندك الـ Regression يجب أن تطبقه أن الشرط الوحيد أن البيانات تكون linear فقط لأكثر أو أقل أن تكون Xs قد يكون هناك بناتهم علاقة correlation قد يكون هناك بناتهم علاقة correlation أو لا يكون هناك بناتهم علاقة relation لكن أنا الذي قلت ويمكن أنه علاقة بمحددات استخدام البازية أنه عندما يكون عندك الـ Redundant Attributes يفضل أنك تشيلها مثل نصف القطر الدائرة والمساحة وأنه يفضل أن شرط البيانات تغني عن الثانية فبالتالي يفضل أنك تشيل الـ Redundant Attributes لكن هذه ليست لها أي علاقة ليست لها أي شرط إلا أن تكون البيانات linear طبيعة الحال تمام؟ هل هناك أي سؤال فيما يتعلق بالـ Regression؟ قبل الدائرة حسن جبدو音 Bulسك الظرف من Ice